سبعة قتلى في الخالص وواحد من أبرز أطباء القلب في بعقوبة وثمانية في المقدادية هي حصيلة ضحايا الهجمات التي شهدتها ديالا خلال شهر واحد عمل إجرامي جوبان استهدف حياة الأبرياء من أهالي منطقة الشاخة عندما كانوا في طريقهم إلى بيوتهم ضمن الأبرياء أطفال ونساء لا علاقة لهم بأي شيء آخر وبظروف تشبه سابقاتها من الجرائم من حيث التنفيذ استهدف مسلحون عائلة ومنزل الشيخ مصطاف التميمي أحد وجهاء العشائر والقيادي السابق في ميليشيا بدر تلاهم فجار عبوة الناسفة استهدفت سيارة أحد أفراد العائلة مع أسرته في منطقة الشاخة جنوبي المقدادية وأودى بحياة ثمانية أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين صار رمي عشوائي على دارنا وعلى بيوتنا وعلى بيساتينا ركبت السيارة مالتي خابرنا أخويا قال تعال علاوة أخويا مصاب شغلت السيارة مالتي وجيت مننا لم نجيت لقيت عمي واقف هنا أبو الشهيد عبدالأمير تميم علي الشهيد هنا مستشهد وعمي قباله من يقدر نوصله رمي كثيف وعشوائي ووضعية فادمر إرثالها نجي أبو حسين أستاذ ميثم ميثم إسماعين وصل هنا مكان العبوة طقت علي عبوه هنا السيارة مالتي الحادث النائب عن المحافظة رعد الدهلقي أكد أن الأجهزة الأمنية تخشى اعتقال المجرمين رغم معرفتها إياهم بسبب الضغوطات السياسية عليها الأمر الذي أكده ذو ضحايا المقدادية الحادث صار مجهول وأكثر شي سياسي أكثر شي سياسي ونطالب القوات الأمنية أن تكون حذرة تكون حذرة وتكون دقيقة وتعيد حساباتها بالخطط الأمنية بالمنطقة لأن هذه بادرة قبلها أسبوع كانت بالخالص وهذه الثانية والله يعلم بالجاية أهالي القتلى حملوا الحكومة والسلطات في المحافظة مسؤولية الجريمة التي راح ضحيتها مدنيون قتلهم السلاح المنفلت الذي يسيطر على ديالة وسطوة الميليشيات التي لا تكترث بالحكومة جندي يضرب بالليل طلقة يسمع حركة الصبع يعاقبونه ويقرمونه الشرطي يضرب يعاقبونه ويقرمونه قبل سنة سنتين مدريت لاذا ما تلاوهاش أبو الكاميرا شاف حركة ضربهم الصبع سجنوهم يعني نحمل الحكومة المركزية والمحلية على هذا الخرق اللي جاي يصير لا استخبارات ماكو أمن الوطني ماكو قوات أمنية ماكو مسلسل الاغتيالات والجرائم في ديالة مستمر بسبب قرب المحافظة من إيران وسيطرة الميليشيات وانتشار السلاح وتهريب المخدرات حيث أكد نواب عن المحافظة أن عصابات الجريمة والمهربين هم الأساس في الخروقات والانهيار الأمني ترجمة نانسي قنقر